جبتلك هادليك خيبة الحبيبة باش تسجليهم عندك وتجربهم ضمن شهيوات رمضان ديالك هادولك خيب كيجوا مقرمشين ومبنين بزاف من الداخل ديالهم حوشوة رائعة وكيخرجوا تبارك الله ما شاء الله كيمية كتيرة فاجربهم وما تنسونيش تشجيعاتكم حبيباتي خلووا لي كلمة زوينة في التعليقات بارتاجي الفيديو مع اللي عزيزيليكم باش توصلوا بكتير من الوصفات في هاد الشهر المبارك فاشوفوا ما شاء الله حليت لكم كيفاش كيجي وخفاف من الداخل وشوة كريمية قرمشة من برا فمشو نشوفوا المقادر وطريحة التحضير كما العادة وانتمنى لكم حبيباتي فرجة ممتعة فأول حاجة نشوفوا الخالية متاع الكريب ديالنا فهنا غدي نحتاجه لربع ديال حباس ديال البيض اللي يكون في حرارة المطبخ وربع ديال البيضات هاد الكيمية اللي غدي نعطيكم تخرج لكم حتى الخمستاش نوحدة خمستاش نخبزة ديال لك خيب هل حساب المقلة الحجم اللي غدي تديرون تومها قدرت عليها واحد الرشة ديال الملح ورشة ديال الفلفل الاسود او لدي بزار لقونا ربع ديال البيضات غدي ندير واحد الملعقة صغيرة من السكر كذلك غدي نسم بالزعتر البنات الزعتر خودوه وطحنوه وغربلوه وديروه في واحد البواطة غدي تحتاجوه بزا في الشهر رمضان خصوصا في المملاحات ولا البيتزا ولا فهنا يخلط هاد المكونات هنا غدي نضيف 100 ميلي لتر ديال الزيت اللي هي نصف كأس ديال الزيت الكأس نتاع الشاي نصف كأس كديرو وغدي نحتاجو نصف لتر ديال الحليب نصف لتر كامل ديال الحليب فهنا يا بغيتو كيم ما درت أنا يا درت غيب الفو العادي تقدروا تاخدو هاد الخالط وطحنوه في المولينيكس باش تأكدو ما كيبقى لكم حتى كوتل وهنا غدي نحتاجو 200 جرام ديال الدقيق اللي هي جوج ديال الكيسان 200 جرام ديال الدقيق يكون مغرب لها البنات صافي هنا غدي نخلط قع المكونات كيما اقول لكم من الاحسن ديروهم في مولينيكس او لتضربوهم بالميكسور ومبعد ضروري تصفيهم باش ما يبقى لكم ش كامل الكوتب ونخليو الكوتل نخليو خالط ديالنا يرتاح بان ما وجدنا الحوش وعد نبديو نطيبو فيه اخير حاجة قدي نديرها درت واحد شوية ديال القصبورو مع دنوس كي يعطي واحد شكي زباون لك خيب وكي يعطيهم حتى دوق زباون بالنسبة انا خليتهم ارتاحوا ومبعد شديت واحد الميقلات اللي كديرو فيها البغرير ولا شي مقلة المهمة كتكونش تلسق كدهنو هادهنو هادهنو خفيفة بالزيت بمبعد كتطيبو لك خيب ديالكم ما تيبسوهمش انفو يشدو فيهم طياب صافي كتحيدوهم وتكملو بنفس الطريقة تتكملو الكيمية اللي عندكم بالنسبة الحوشوة انا خديت هنا لادان تقطعتو شرائح طولية خديت الجزر المبشور خديت البصلة مقطعه رقيق خديت التومة حتى هي مقطعه واللي حكوها وخديت الفلافل في الفلا خضر وفلا حمرة يعني ذات الحوشوة مونوعة طرور احنا خصنا نمعو في الحوشوات وخصنا ندخلو الخوضر وخصنا الخوضر فيها المنافع وفي نفس الوقت كتعطلنا واحد الكونتية تكبيرة للحوشوة صافي هنا هيادرت عليهم واحد ثلاثة ديال مع القكبار ديال الزيت وبديت كنشحر فهاد الخوضر هادي نسمتهم باكلي الجبل اللي هو ازير ما دا بيكم يكون طري وكتحطو ذاك العرية يشتمة وذات كذلك الزعتر وفي التوابل درت الملح ودرت الفلفل الاسود وكذلك شوية ديال الخرقون باش كيعطينا واحد اللي هو يزويون وهنا يا غادي نخلط هاد المكونات مزيان مزيان هنا درت حتى شوية زنجابي يعني سكينجبي صافي غادي نخلط هاد المكونات بهاد طريقة هادي باش كي يجانسوا دك التوابل مع بعدياتهم كجيل دي ده هاد الحوشوية اللي بنات غير جربوها كجيل رائعة وتقدروا تزيدوا الكوغ جيت تقدروا تزيدوا اي نوع انت على الخوضر بغيتو هنا باش نعطوها واحد دوق كريمي وما تحتاجي الضيفة لأصل صلوالو درت عليها هنا يا قيطة نتاع الجبن هاكا المربع درتقي واحد الجوج وزيت تقول بها صغيرة ديال الكريمة السائلة الخاصة بالمملاحات حيت هاداك العريش نتاع إكلي الجبل كي يكون طلق صافي المدق ديالو وخلط واحد تخليطها هاكا تيبال لكم الحوشوية تعل كتا اللي بنات شوفو ما شاء الله وكنت فيو عليها نخليوها تبرد اللي كخيب كيجيو هائلين كيجيو طريين اللي بنات جربوهم بها الطريقة اللي عطيتكم كتحطوهم وكتبديو نعمرو كتحطو بها الطريقة عادي كتاخدو كيمية من الحوشوية ضرورية تكون فيها بردتها اللي بنات شبش ما تقطع لكم شلي كريب ديالكم كتديرو كيمية هنا يا ما تحتاجوش تزيدو شي فرماج هنا ولا لانا لاصوس عدنا ديجا فرمجا ومصوصي على حقها وطريقها هنا يا كيماشتو من اللي درت الحوشوة كنتطوي بها الطريقة من الجوانب وكنلوي بهاد الشكل هادا على شكل سيغار طريقة ساهلة مهلة تقدروا البنات غيب هاد الشكل هادا تشدوها ودخلوها للفرن ولا تحمروها غيفش مقلة انا غد نديل هاديك الطابقة المقارميشة فكنشدهم كندوزهم في الفارينة كندربوا واحد البيضة وكناخد واحد الشيطة وكندهنهم بواحد الشيطة بالبيض وكندوزهم فلا شابلو من الأحسن تديرو هاد طريقة تديرو غيبيضة واحدة تدهنو بشي تحسن ما تغمسوهم كامل في البيض ياكلو لكم بزا في البيض بالنسبة اللي بغت تحتفظ بهم في المجمد كتديري بهاد طريقة تاخد بواطة تفرشي لها إما بلاستيك إما بابي كويسون وتستفيهم و هما مغلفين وتديريهم في المجمد من تبغي تجبديهم مباشرة يا إما تقليهم من المجمد للمقلة أو من المجمد لفرران فهمتي يعني ما تخليهم شديه هدا بالنسبة اللي بغت تكونجليهم وهنايا بالنسبة الطيابة البنات كتاخدوا بعد ما تغلفوهم كتاخدوها كميقلات فيها زويتا مش ضروري أنهم يغطسوا كتشدوا بهاد طريقة تحطوهم و روخة مقليين البنات روخة والله الداخل ما كيجيوناش فين الليك لهم ما كيحسش بهم قعبلا مقليين هذيك القليين كنديروها باش تعطينا ذيك تحميرة زوينة مبرا وتقرميشة حاجة تانية يعني القرمشة كتكون برا و الداخل كيما قلت لكم كيكونوا ناش فين ما كيشربوش زويتا طاف البنات و ذاكلا شابلو هي اللي ما كتخليش الزيت يدخل داخل طاف هنا غدي نخليهم قنقلب فيهم حتى كيتحمروا مجوش جهات و كنديروهم على الورق نشاف بهاد طريقة هذي تمكملوا قاع الكيمية اللي عندناش تراها طريقة سهلة بالنسبة للحوشوة تقدروا لدن تعودوا بأي نوع من اللحوم بغيتو انا ان شاء الله نعدكم بزا في اقتراحات نتعى الحوشوات ان شاء الله لا بالنسبة للبريوات لا بالنسبة لكل شي فان شاء الله اللي ما دارتش ابوني القناة ديري ابوني باش توصلي دائما بجديد الوصافات هنا ياملي طابو زينتم شوية ديال فقومه جغبي ورشيت عليه شوية زعترها كاف الواسط وصافي كانت هذي هي الوصفة ديال اليوم وصفة لك خيب المقرميش كيجوا فنين البنات كيجيوا وراء وعنت منا تجربوهم وسجلوا هذا الفيديو عندكم ديروا لو تلاشا غجي سجلوه عندكم باش هكا في شهر رمضان ترجعوا عندو وتطبقوه ان شاء الله يا ربيوا اني بغى تطبقوه حتى من اليوم تطبقوه من اليوم ما كانت شي مشكي صافي هنا البنات غدني نقطع لكم وحيدة رغم كيجيوا خفاف في الماكلة كيجيوا خفاف بسف في الماكلة البنات وشوفو كيفاش كيجيوا من الداخل شوفو كيفاش كيجيوا وما كيجي لمعجنا لتشي حاجة والحوشوة كيجي من صوسيا بنينة بسف بسف فان شاء الله تعجبكم هاد الوصفة ديال اليوم حبيباتي وكيما قلت لكم تشجيعتكم كتهمني اي كلمة تقولوها لي كتهمني وكتفرحني الى ببرتاجيتو غادي تكونوا عاونتوني بزاف وشكرا لكم الى اللقاء